معنا السيدة أمو محمد تتفضل أهلا عليكم عليكم السلامة ورحمة الله وكاته تتفضل يا فند بقول لي حضرتك يا دكتور عمر الزوج الشكاك ينفع الحياة أن تكمل معاه تاني؟ حسب الشك بتاعه وحسب سبب الشك بتاعه إيه؟ يعني هو شكاك أصلاً هو طبع شكاك هو طبع شكاك أصلاً وهو ما عندوش حد بيثير الشك عنده؟ آه يعني هو مثلاً ما عندوش حد بيكيده مثلاً؟ لا 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 ما عندوش حد بيكيده طب أنا مش عايز أحلف بس ماشي هو ما عندوش حد بيكيده هو بيشك على روحه بس هو ده حيي ما هو ده لو مش حييي يعني بيشك في كل حاجة خلينا نقول أننا قبل الجواز بنقول كلام وبعد الجواز بنقول كلام يعني للزوجة اللي عندها حد يشكاك لازم نعرف أن احنا أصلاً بنقول للزوجة أن الزوج الزوج لابد يحافظ عليه لابد أن هو يحافظ عليه يعني نبذل قصرى جهدنا لمسألة الحفاظ على الزوج ليه؟ لأن الشرع يتشوف للحفاظ على الأسر فأنا بقول لحضرتك آه العيش مع شخص شكاك مستبد متعب ومؤلم وللإنسان أنه يصبر على ده ولما يصبر على ده يوفى أجره بغير الحساب فإذا الإنسان صبر ياخد ثابة عظيم أنت بتقول لي بقى المسألة إزاي أدير الحياة معاه؟ أول حاجة عشان أدير الحياة معاه فيه ناس ما نقدرش ندير حياتهم معهم آه وفيه نمط ما بيستحملش الشخص الشكاك آه وفيه نمط يستطيع أنه ما يعيش معاه يعني الشخص اللي هو حابب أن حد دايماً يحط له حدود عشان ما ينفلتش الشخص الشكاك ده بيساعده مش بقول كده إن الشخص الشكاك ده حلو يروحوا تجوزوه حصلش والله ده أنا بقول إن الشخص الشكاك ممكن مع بعض أنماط الشخصيات يبقى ممكن التعايش معه ولكن الشخص الشكاك المستبد أه الحياة معه صعب طيب هل أنا أنصحك إن أنت تسبيه لا لكن أنصحك حاجتين إن هو يروح للدكتور الأمر التاني إن أنت تحاولي تديري حياتك بشكل مختلف عشان تقدر تتعامل معاه ما تخلهوش هو أو ما تخلهوش هو محل حياتك كلها وإلا حياتك عتتدمر يعني خليله إحنا عندنا ست حاجات في الحياة كده إحنا عندنا أنا أنا مع الله وبعد كده أسرتي وبعد كده عملي وبعد كده علاقاتي وبعد كده مستقبلي وبعد وساعدتي اديله ستس لكن تخليله كل حياتك آه ده ممكن يدمرك ممكن يأذيك اعملي الكلام ده وجرب ليه سموا بعد ذلك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبلك الخير ترجمة نانسي قنقر